موسيقى مشاهدين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غالبا ما نقدم حلقة ونحن جالسين على الكراسي اليوم أريد نطلع من الروتين لأن حلقتنا أصلا خارج الروتين شاعر جزل أنا شخصيا تعجبني وكاحته وقصيته واخلاقه جنوبي جدا من ميسان الحب ميسان العطاء أنا على يقين أنه أنتوا راح تستمتعون بالحلقة مثل ما أنا راح أستمتع بالحلقة إن شاء الله النجاح حليف هذا الشاعر وحليف كل شاعر وكل فنان وكل إنسان مجد تعالوا خلن رحب بالعزيز والمبدع رضا العباد حياهم الله يا الله السلام عليكم ولكم الغالي كل الهلة يا عز غالي يا بعض ناس حياك الله شن العلوم خير الله يسلم عسى الله يدي ما تفضل استريح السلام عليكم شكرا لحسن الضيافة شكرا لحسن هذه المقدمة الله يأزيز إذا شدتم راهنا على الحلقة إن شاء الله أقدر أكون قدر الرهان وإذا شون أكو خوف بداخلك إن شاء الله اليوم كالتالة لا أنا إن شاء الله ما أعدي خوف لأنه عندي ثقة يا بعض عمر الله يسلم الله يسلم هذا جاهض يقول سئله في يوم الأيام قل له لشلون أنت يعني لو عديم الخطأ لو نسبة الخطأ ما أرتك قليلة قل لهم أنا من نريد أمشي بطريق إلي ثلاثة خيارات الخيار الأول إذا ماشيين بي ناس قبلي وما وصلوا بسلامات أنا ما أمشي بي نطيب وإذا ماشيين بي ناس قبلي ووصلوا بسلامات أمشي بي وإذا ما ماشيين بي لا وصلوا بسلامات ولا ما وصلوا بسلامات شا سوي أتأنى لطيف جدا فأهلا إن شاء الله اليوم متأنين وإن شاء الله اليوم الحلقة يعني حقيقة أنا سعيد بالحلقة الله يسعني أقول لك الله يخليك وشو له الدنيا وياك الدنيا زينة 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 طبعا زينة بناصحة أكيد بناصحة الدنيا زينة بظروف الدنيا إذا ماكو ظروف مو زينة محلوة يقولون الحياة بلا مر مر طبعا ياب كل شي حلوة العمارة شون هي ثاني شوف الله يعزه نعم بالله الله يسعني بالله الوسط الشعر شلونة والله بعيد أنا كارضة بعيد يعني مثل بعيد حتى عن المشاهدة لا يعني مشاهدة الحدث لا لا طبعا أي هو جاي أسهل أي شون جاي يشوفه والله على قولفة هنة زين ومو زين يعني أكو أكو أشياء تبيض الوجه وتبشر بخير وأكو أشياء سلبية وهذا طبعا من شي طبيعي كل مجالات أي ماكو لغة للعمو أي طبعا لغة العمو مرفوضة طبع طبع الشغول العائلة نعمة 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 مرتب مرتب الحديثة مين هو الواقف وياك ويدعمك كشاعر؟ يدعمني كشاعر؟ أي يعني يدعمك أنه مرات نهلي مرات الدعم معنوي أي أكيد لا كلها الحمد لله لا أقصد من الناس المقربين يعني أكيد الأهل الأصدقاء هم كلهم ها هذول اللي نختارهم هم يتمنون الخير فدعمهم موجود أكو منهم من أصدقائك المقربين طبعا عموما يعني شلون هم أصدقائك وياك؟ لا ربعي بيض وجي ها طبعا ربعي عندي صاحب يا أبو الأكبر أبو ناس سبعين نعم فباشا حبة يعني أنا يا أبو ناس منذكري يا أخو ما أدري أردبكي أردب حك فمثل فزع الصاحب ما تلقى دوم أخذ زل ما بضيشتي ويوقف لي الصل شتل مطلوبين قلت لا شرد لغاد لا السيّر ما ضمن هفظ العدل إجاوا ياهي نجدة متحزم لوين يقل له ماشي الصاحب لعدهم شتل ها ماضم رأسي الدنيا ربتنا ولا ماشي لخيط ربع ياهدي قابلة تلقى حبل نعم بعد رأسي نعم سلم ما بها خيط ها الأختيار حلو يا أخي استنقاه نعم 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 يقولون 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 الصديق أقرب من الأخ في بعض الأماكن نعم يقول الصديق اختيارك نعم أما الأخ مفروض علي نعم أنا ليس بكيفة فلان أخوي بس أنا بكيفة فلان صاحبي هي الدنيا توصلك مرحلة تعاشر خيوط بس أن أبقيت تتسنقل حبري أي كترهم ما كترهم همشهم تكتر بعض صار قديم أكو خيوط بحياتك كل واحد هي هي الحياة مستمرت تكشف لك الوجوه فالخيط تتلقى شمت فظالين نشمر خيوط والله كيف طبعا طبعا كل واحد بس بين وبينك الخيط هم تحتاجة لا بمن الخيط تحتاجة يعني من الممكن الدنيا طويلة و نحتاجة الخيط من الممكن أكمل الدنيا بدون خيط أنا عندها حبل أسلت منا خيوط وجهت للك خيوط لا رجع للك خيوط لا طبعا لا أكو ابن فلان على قولتك أكو رجال وأكو رجي جيل أكو خيط رجي جيل وأكو خيط السعبة من الرجال فالفرق بين الخيط و الخيط رضا العبادي اليوم برأيك أنت من ينذكر اسمك باعتبارك رجل ميساني نعم جيد نعم مش قد عدد الناس يقولون وجه مشرق تاخذ رأيي أوكي أنا بالنسبة لي تواجه مشرق الله يسلمك الله يحبك أبو الأكبر مو أكو راح ترجعنا للمرحلة الأولى اللي نقول به هالتاريخ الحمد لله و الشكر بالنسبة الجيلي نسوله بالعمارة الحمد لله و الشكر أنه مشرق في 200 جيد نعم جيد هذه مسؤولية طبعا طبعا أكيد من هو اللي يسمع رضا العباد اليوم؟ طبقتي طبقتي كلها تسمعني أنا الجنوبية و دخلت للناس اللي ما لها علاقة بالشارع من هو اللي ما يسمع رضا العباد؟ ما أحد ما يسمع رضا العباد أي عفية غرور وأشياء مغرور والله مغرور مرحلوات و كذا والله مغرور بس مو تتقول طبقتي يا أخي طبقتي انتهيت بداية تريد أن ترضي بيئتك مين؟ أنه بتدور غير بيئة وصلت الغير بيئة ليش غرور؟ مو غرور بسوى الطموح هذا مو طموح انت لادة انت لادة انت لادة؟ طموح للمولا طموح شكرا بعد دماء لا طموح يعني عبرت بيئتي طبيت الغير تشمدريك ما أريد عبر بعض أيدي بيدك الله يسلمك و أتمنى لك يسلمك طبق لماذا؟ لأن حرامات حرامات شخص سقف الطموح لا يوقف المكان لا طبعا طبعا اي يموت نعم لازم أمشي باتجاه هدف إذا وصلت المكان معين و هذا قمة أحلامك بعد شكرا يتحقلك لا طبعا انتهي خلص صح لو خطأ أنا كهواي يعني مثلا تجيني لا ممرات أنا مثلا شايف أكو أمية عندي قصيدة توصل لفلان مكان طبعا 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 احنا من الساعة قلنا لغة العموم لغة مرفوضة صح ما بالمعلوم أنه الناس كلها تسمع لا 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 أكيد بس القريبين واللي اللي يحبون واللي هون واللي يجون للشعر واللي عندهم دفعة قليلة للشعر دول يسمعوني جيد ماذا فرق الشعر بين قبل التيك توك وبعد التيك توك لا شلون فرق عظيم فرق يعني من الأحسن على جودة القصيدة أو على انتشار القصيدة لا 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 ليس جودة القصيدة بس التيك توك تجعلك أنه ما تنتظر وتتهيأ وترتب وتخاف اليوم صارت القصيدة هذه تتعب عليها وتقاتل عليها خلال خمس دقائق خذت وانتشار هو نعمة لانتشار بس يجعلك لا تحسب بعد أخي انا احنا نحصلنا ثلاثة شهر ونحسب لهذه الحق صح صح ثلاثة شهر وين وين يكتب قصيدة ويتعب عليها وعدها استعداد بس يرفع عيدة كمان بس هذا بينه وبينك هذا هو ما يدوم ايه لا طبعا طبعا وهالتخوف هالتخوف هو زين ومزين ليجي بسهولة ليجي بسهولة يروح بسهولة طبع يروح تعب خلينا ناخد قصيدة أنا ما أريد الحوار يطول بصراحة يقول عرفوا بروحي من تنزل دموع عطفة طبعا اوه اوه عرفوا بروحي من تنزل دموع عطفة كنت منتظر حجة وياه فرصة اليوم مزجون وبوشة المزجونة لبصة اشبع بشي القهر ما قال لي تفضل انطبل البيت املاقه بسوق خلصنا العتب وكفة الله القهر ما قال لي تفضل انطبل البيت املاقه بسوق خلصنا العتب وكفة الصدمة البية يخذ محبسه هدي الانسان وتفرق كم الدنيا وكل منه ظرفه وورا فترة جثث ما بيهاروس تشوفه وتصد تشوفهم والمحبسة عرض الخوف بداخلي ما تقدر توقف اليضحك واليسافر واليسير مات قلوه لبقى من الشغل للغرب الله اليضحك واليسافر واليسير مات قلوه لبقى من الشغل للغرب بشر الشامة على الحش المنتظرة البشي يقوموا الزرع ويطفوا لموجرة خذت حرحار تيد ورحت للكشاف ومن قتلقره قالت خيل كم شقره عشرة كم بدر طايح بشف فلاح ما ترجع بعد مطشرة مطشرة لا يا رفاك خذت حرحار تيد ورحت للكشاف ومن قتلقره قالت خيل كم شقره عشرة كم بدر طايح بشف فلاح ما ترجع بعد مطشرة مطشرة أنا مفيي الثخين الحلوة المثمرة طحت مرة بعد ما طيح كل مرة رجعت من الحرب منتصر بس مكسور اختاريت انه طرني قبال الانتصر أنا مفيي الثخين الحلوة المثمرة طحت مرة بعد ما طيح كل مرة رجعت من الحرب منتصر بس مكسور اختاريت انه طرني قبال الانتصر سعف مهدور دم التنانير هوايا نخضره وليقباله بطونهم حمرة بعد ذااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يرد بتر غشيم وكنت قصة من الغصن ويطول بعد منا وجاي صوابنا بجذرة ريشيك وكنت قصة من الغصن ويطول بعد منا وجاي صوابنا بجذرة أنا مفيت تخيني حلوة في المخمرة رحت مرة بعد ماطيح المرة وقعت من الحرب منفسك بس مكسور اختاريخ النطر نقباله ان شاء الله سلام الله يسهل الله يسهل حلوة الابتسامة سؤلف لي دعنا ننسى الكارب انسى اكو كاميرات أخوه هنا الله يدي مضحك ان شاء الله الله يعزك أنا قلت بالمقدمة قلت تعجبني وكاحتك بدوة لأمرك يا أخي مو حلو هيك بأريد مو لا بد والله بس سترة مقيدتني بس سترة ننزحها خل ناخذ فاصل ونسؤلم بالفاصل ننزحها سترة مشاهدينا لكارم فاصل ونعود اليك مشاهدينا لكارم عندنا وياكم بالبارت الثاني من حلقة هذا اليوم مع الحبيب رضا العباد الله يسلمك ونك لواك الله شخ بارك خير أه أنت ترتبك لو تخاف لو ثانين هنلا لو ثانين هنلا والله هي يعني أكو أوقات بنادم بي هيرتبك وكو يخاف وكو يتحذر ومو يعني ما أجزي ما أجزي ما أقول لك لا أرتبك ولا أخاف أنا أقول لك أكون حقيقي أيه نعم برأيك رضا هذه الحلقة ما قالت اليوم نعم تأخذك لي مكان يعني نقدر نقول تأخذني المكانين المكانين نعم وهنا يعني أبلغ بالناس اللي يعرفون رضا العبادة أنه أنا رضا العبادة بعدنا موجود جيد والناس اللي ما تعرفني أوصل لهم وهسا لحظة من هو الأكثر اللي يعرفون لو ما يعرفون لا أكيد اللي ما يعرفون اللي ما يعرفون بعد هم يعرفون مو أكو يعني تساها سمع شي شيخات أي شايف هذا الحكي هذا المنجو الجوة انتهى خلص وقف فلازم هنا تطلع تطلع بحلقة دسمة أبي أبو الأكبر الله يعزي والسؤول في لهم تقول لهم القلك مختفة وعاف الشعر قلّه أي اجل حط نائرة بقلو أبو لي بحل نائرة نعم لا والله القلك مختفة وعاف الشعر قلّه أي جل حط نائرة بقلوب ولي بحله فحل ما صارت حتى أخذ من المقرود مقرود وخذت من حصت لي بحل يا باع تشبت يا بعد راس يا باع تشبت يا باع تشبت على هذه الحلقة يا باع تشبت الله يسلمني في دواراتي أي مقرود وخذت من حصت لي بحل أي أنا لذة أنا عاد على المقاري تكفي لكم أولا بخت لذة ها لذة به أي نعم هاي الفحلة من راح يشفونها الحش راح يضايقون ما يضايقون شو ما جاهم الحشي على الفحلة قصد الفحلة الروس الفحلة الروس أخوت راس ويدروا الروس بمن جاي يسول بس إذا ينغثونك وتشماحتون هم ذؤل تحشي تسكت تلبت هم ذؤل يحشون ففوي عليكم وراكم وراكم وبعظمة الإنسان نعم بس ويدا نعم الله يسمي هل نحتاج هاي اللغة بالقصيدة؟ اي بالله ها بالله شون العشيرة تحتاج الوكح هم العشيرة ذاكلها خيرة هم الناب تصيح يراد واحد وكح فأنت يراد الوكح اللي بداخلك تطلع في بعض الأحيان لأن ذا تضلهج تاكل لك العرب نعم فلازم توقفهم شوي سيموم ما عارك عارك خلينا نروح لغير جانب خلينا نروح لغير جانب نعم نعم اليوم شخص نعم أنت معرض إلي أنه يصير تصير بعلاقوية أو ما تصير بعلاقوية نعم بغض النظر على شون نوع العلاقة صداقة أخوة حبيبة زوجة بغض النظر على نوع العلاقة نعم أول نقطة ستختارها ما يعني أنت لو لا تكون أكسوا نار في داخلك وخبرة أنه لا تكتشف شيء إلا بعد العشرة عشرة ما الذي تقول لها عارفة من مظهرة من وضعيتها عشرة ما لها غير حل بين العشرة لا تنصدم لا تكمل نعم وهذا يقول 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 حلفوا وما ند خوش قامنا فاتش يقلوه أنا أدري تكذ وراهم وين أدري البداية شغلة وقتية طول الدرب يكشف نية الوياك الله لا تغرك نعمة ملمس الحية يوالله يبينون قلش يا أخي بيئن وبينك مني بينون فائت من وقتك لا طبعا نحن قد ما نذهب على قولتك الملمس والوجه والوضعية لا انت اختار اختار عشرة مصالح ما نعرف انطبها ما عشرة مصالح ما نعرف انطبها ايه وهاي العيون الكبار والجذلة روت وضغر غيرنا لكن يمنا الآن ايش طبها عفية وجوه ما دورنا دورنا قلوب صاحبتي لو محترقة كلها اختبها ايه والله أنا مطيج كلمة نحن 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 لازم هذه وجوه الوضعية والملمس حجموا يا مني ايه هاي هاي الامانة بس هو انت مثل ما قلت يعني ننخدع ننخدع بالمضاء طبعا ايش شرح ايه ايه هو يبين ابن ادم بلغر بيه ايه والدنيا طويل انت كلش قلت تكتب قصيدة يعني مشارك لو ما لها علاقة ولادك لا 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 ما لها لا هي تجي تجي خير على خير ما تجي قاعد عد بيتك ايه وما منتظر عيش حياتي لا لا قزي انتظر انه اكتب ايه تجي مو الا لا 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 انا من النوع اذا اروح للشعر ما سويش نسمع قصيدة نسمع قصيدة نسمع قصيدة يلا ابو الاكبر بنهاية الثنين وعشرين طيحت اتمرضت يعني مو نفسك الطيح انت كست لا طيحت اتمرضت يعني يعني بحيث الدكتور بلغ اهلي انه 12 ساعة تعدي خير على خير ما تعدي بالعناية وضعية صعبة صعبة يعني صعبة اكثر ما اقدر اصبح فصارت علاقة بين وبين الدكتور الموجود فقلت لدكتور انا مد من ماجي لازم ادخل انا اوخر من عدة هاي الاردقوم فاخذني للمكتب مازتي ورجع يكمل شغلي فصار ادي فضولي من اكمل الشغالة ما ارجع للسد يمال انه افتح الباب شوف اياهم من اخوتي موجود فبتحت الباب صدمت يعني صدمت من الممر متروس ناص بحيث اكو وضعية انه رضي العبادي مات يعني شفتها بعيني انه انا ميت وهي صير الزحام والدمعة بعيني بنادم والهوسة والقاعد هنا صدق حسيت اذهب انا مريض لان انا كنت امشي امشي اقوم واتمشي ونحتاج واحد يسندني حسيت بالخطر اللي انا بي فقبل سديت الباب ورجعت السدي فكتبت ورما شافيت لا 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 هو الدخول طلع عدي بالسدي بس النوب كملته ورما فقلت معقولة خلصت بعد وهو تشم ذاك الحلو تكتب تجاه عيدا انا ندر اخوت الزلم لازم شخصين تفضقوه وعلبه المغبرة يفرغص من الميت الله اردظل اردظل معقولة خلصت بعد وهو تشم ذاك الحلو تكتب تجاه عيدا انا ندر اخوتي زلم لازم شخصين تفضقوه وعلبه المغبرة يفرغص من الميت يوم الرمل بن نجف يتويني ما ريدا الله يتويني ما ريدا انا بغرف تختنك بغرف تختنك والضوى يظلم يشتغل حتى بوقت نومه يا روحك انها قضت والوحدك بالقبر موحد بقلبه رحم لي صيح اللي تقول يوم الحليب تطلع مني شبك تجاه العارض بزرده الله الله فدوى واسعوا للقبر واسعوا للقبر تعرفون راعة هلا وان هضع للطاري وتدرون ربع كثر وهواي خطاري وادونا لعلي تشير نويا خاف بالدرب خطار يلقا وابني أمان أبقى أمان أبقى لحد يصيع علي بربائي تتمهله أنا أدرب هو وكح والله أدرب ابني وكح الذكروني وتحملوا الله وادرب الدنيا حرب وادرب عمامة درع لازم يصيب سهم من عدة ذا وخروا يوم خلي يشتروني الأسد لأولادهم لو شرب الله أدرب الدنيا حرب وادرع أمامة درع وادرع أمامة درع لازم يصيب سهم من عدة ذا وخروا يوم خلي يشتروني الأسد لأولادهم لو شرب يوم ابن مال أبو خلي يشتروا لأبعد لأولادهم لو شرب فلوسي بغرفتي بقنة ومرت أبيت نفس ما تاخذ من أي بشر تطلبني وطيها قلوا لها تطمئن نفسها مضمامة بقى وحتى من طبل القبر أنا أصرف عليه كنا أنا ابن كان مصدق لحد يبكيها لحد يبكيها وآخر وصية بقت آخر وصية بقت وهالمرة ماهر رجالات نفذوها جبر حد رسم مني ينكتب أبيات عدة هذن هن اللي يشف عنه لتخطون هن على القبر خايف على دموعك خايف ببشيه التجارة ويالحسين وفلوس هن بيه التراشب بيه اثنين ضمن بعشورك أم تقول رحمك بالتراشب السلام تجنن هاي القصيدة يا بعد عمرك يا بعد عمرك تجنن هاي القصيدة يا بعد عمرك يا بعد عمرك الله يسلم والله مؤلمة جدا مؤلمة تجد ويالله نحن كل الشعراء يذكرون أن أمهاتكم بطريقة غير جيد دعني نقول هذا سؤال أو معادلة رقم واحد معادلة رقم اثنين أغلى شي عندك شنو يعني والد لا غير والد غير والد والد لا لا غيرها 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 غير هذا غير هذا الكعن الحي غيرها نطيني فتشخص فتشيت بالك بس موالدتك أسد 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 يا يا أخي قبل ما أعدي نقطة الضعف يعني ما أعدي يعني مقتنع كل شيء يروح مقتنع أسد نقطة الضعف صار أكثر شيء يوجعك الشغلة اللي تمسك لو اللي تمس أسد لا تمس أسد توجعك لا أسد أسد من يروح في دول أمك أسد جاي تشوفت والله أسد والله أسد هذا حجي قدامي الكاميرا لو واقع حال أنا أم مشكلة أمي مشكلة شبيرة أنا أمي قبل فترة راحت عزلة وي أخي لأ صغر مني الله لا يراويك أول يلا من راحت طر الشفاق علي وما ناين قلت له ما تشنها على خير تخلص الليلي مطلوب ولي قبطنا الظرف ما تشنها على خير تخلص الليلي مطلوب ولي قبطنا الظرف قبطت بتشيت راحت لهدوم هو يفكت الكنتور بشيت وصفتت تشيت لهم شي لا يمشي الله قبل بالمدرسة كل من والامر يجيب وأنا ما أعدبه حتى أقدر أشكيلي وبصار نحضور ووصل لي الدور من بين الزلم طلعت للك حيله عفين ها يمّل علي ما تقبل بعيله أريد أمي لا تقبل بعيله الله يحفظ. تدورك. الله يسلمك. وهذه الدموح تستاهله من الوقت. الله يسلم. السلامة أمانة يقوله. الله يسلمك. لا تبوسها على راسك. تدورك. سلمك الله. يا أخي ميل الدموح الحقيقي. يا أخي مشكلين. شوف اللي شارة يا طلع لفاصل. خاخ موت. مشاهدين الأكارم فاصل ونعود إليكم. مشاهدين الكرام عدنا وياكم بالبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب رضا العباد. الله يسلمك بلفك. شونها السفرة. كبيرة. كبيرة. مرتاح أنت. جدا. أنت مرتاح؟ أنا مرتاح. يا عبد. يا الله. الشعراء يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا. نعم. انتمنيا. والله يحدث مرات. قصائد سولف. أكوبيات سولف. ما بداخله. بس أكوبيات لازم ما لا يقولون. ما لا يفعلون. صدقوا الله؟ حيب الله. يعني تطلب شيئا مثلا. مثلا بعيدا. أكو أشياء تكتبها. تكتبها الروحك تريد ترضي نفسك بيها. مثلا. يعني أنا الله طيحني بنسيب. طيحني بنسيب بالخطبة ما خلانا أشوف مرتي. بنأس. بنأس. غير على أختي. غير على أختي. غير رجل هاني. المهم. ما خلاني. بنأس واقف لي ستشينة خاصر. بالعرس يا الله أخذته. زين. شين المواقف لا أقدر. دار دسولف مثلا على أم مست. شر دقرة. شر دقرة. ما أقول. لا أعدي مواقف. وياها. لا أكون. هنا تكتب. لازم تكتب. تتقمص. طبعا. لازم تكتب أشياء. ما صير وياك دوم. إذا رجع بك الزمن. شنو ممكن. تصرف الصرف في يوم من الأيام. تلغي. ما تعيده. الطيبة. مرات. بصورة عامة لو يناس معينين. لا لا بصورة عامة. الطيبة. الطيبة لازم تبطيها عندها طيبة. مراية توقع. زين. لازم هو يبدو ياك. ليس لازم يبدو ياك. يبدو التوياء. لكن عندما ترى عندها طيبة تكمل. مما ترى ألغيها للجامل. ألغي الطيبة. هذه المستحة ألغي. تعامل بالمثل. يا أخي كلها تعانم من الطيبة. طبعا. لأمانة كلها تعانم من الطيبة. طبعا. ومشكلة هذا. طيحين نحن بهاي السابح. شايف هذا الإيديا بعدهم. بعدهم يهندسونه من زادك. هاي. هاي شوف شوف. هاي شوف شوف. لازم لازم. المهم كل نقدر نقول. طرى بنا مثل ما مؤمن بخلوا عوز. ها. الطرى بنجسمها ونحطها على المصلة. الشمان السوا بيزيدون الي سيرون. الوادم عندنا كثرة والطرى بخل. يا بادي. اللي يجهبنا شرط قبل الثلاثة أيام. ياخذ لوستو شدة ما قل. أنا جاوزت مو بس ثلاثة أيام. نعم. صديق والله. شنو ما قيسك للرجال؟ أه. يعني ما. الرجال كلمة. عندها كل ما رجعني. تعرضت الموقف. و مغري و وكلمتك. وكفتك معنا. طبعا رجعتني لكني وراء كلمة. مال حقة قصتي. من وراء كلمة. كل ما مشكلة. آخر مرة عاتبت من هو؟ ما عاتبت يا أخي أكو عشي أمي بداية الحديث ثالفنا على الخيوط والحبل صديق الأمان يعني توصل مرحلة بالعمر حتى من تنصدمه بواحد بعد ما لك خلق ما لك خلقه تعوفه هو على حبل ما يحتاج له كل منه بتربيته وكل منه وخلاقه وكل منه وضعه ما تعاتب العاتب همه يفيد بوقات وشي أخ مراته تميل وشي أخ مراته تميل تميل مو تعاتب أنا المثلي قاعد بالبيت الساب ما أطلع والله بينك مراتك تعاتب تعاتب زمنك تعاتب وقتك هذا مو هيك يقول يقول لي يقول لي هنا وانتهت وش لو رحت ووصلوا لي لا يحكي علينا عيب قلولي ولو كلش طبيعي بالظاهر يحكي وان من يمتذك ورا تحبل بحولك آآ آآ يا أخي معذورين أكو كره طبعاً أكو واحد يكرهك والله معذور تكرهني والله المثلي ما يحبني حقه والله المثلك ما يحبني والله صح أنا محبوب هذا تعاتبه للي يشبهني هذا تعاتبه خلق برحتي يا أخوي نعم اليوم برأيك أكو أكو فكرة أو أكو توقع راح تلغي المنصة؟ لا طبعاً لا لا مو تلغي بفعل فاعل لكن الظروف لا ماكو ماكو المنصة إلي منصة باقي ونحن رجالها لا مو هذا قصدي نعم قلت لك الظروف يعني الظروف تخليك أنه تصير الأمسية الشعرية لا لا ماكوش وانا أرجع أقول لك ماكوش ماذا تلغي المنصة؟ تلغي ما يقدر للمنصة اللي يحب هذه الظروف ويثقفلها لا المنصة موجودة وتبقى وتلغي أشباه هاي الأشياء الجاي يصير المستعدة هاي راح تروح وحكينا ببداية اللقاء لا بس هكو أشياء إيجابية إيجابية بس المنصة إيجابية مئة بالمئة إيجابية المنصة هي تقول لك هذا هذا يستعق مكانه ايه أكو مقولة يمكن يعني سيد المشاهد أو مو بصورة عامة بعض الناس ما يعرفون هاي المفردة تقال على المنصة يقولون يقولون المنصة كحيلة يرى لها خيالة طبعا طبعا مو كل واحد هاي هاي خيالة؟ هاي هاي ايه بالله وبارزين ومبينين يكره المنصة ما قدر لها اكو قصيدة مو مع المنصة وقصيدة مع المنصة طبعا كل مكان وليا قصيدة يا قصيدة من قرأتهم مو مع المنصة اتوقع يعني وانا بساعة قلت لي هوا يأكو بحلة يكرهونك لكن بالفترة الأخيرة انا شنت مشاكس للأمان فاليوم الجاي بهن اغلبهن يعني ما البرنامج ما يقلب منصة بس دامنا الصلاة موجودة بس ايه لكل حادث الحديث طبعا ايه طبعا الناس او الرجال الوانوا او الشعراء الوانوا طبعا يا لون انت الابياض اذا غير تلون نعم انا الابياض اذا غير تلون يمت تكون اسود من لاق اسود لا انت ما صليك لا موجودة يقلك لا انا الجديد امرايه بس مو معنى هذا اذا صارت بيك الظروف راح تتغير لا بس اقل لك اش وقت تصير اسود من لاق اسود الاقي بلونه بس مو انت اسود طبعا لا لاقي بلونه وانا برجع ايه ايه المسألة مسألة وقت بالمثل شي صير يجرى لك نفسه احنا الحديث وياك شيء قلنا وانا هذا الحديث المبطن ايه حقيقة جدا اعتز بي وحبه قلنا جدا احبه الحديث المبطن احبه لانه ما يسوف لك الطريقة مباشرة نعم عندي سؤال اسألك قلنا كم قصيرة قرأت ثلاثة ثلاثة وراح نقرأ وحدة اوك اربعة اليوم صارت امسية شعرية خلينا نقول وحدة عراقية ووحدة عربية نعم جيد اخاورك من الناس بس ليس بالعراق نعم امسية بأي بلد عربي جيد نعم سلام عليكم شخ بارك ان شاء الله طيب امسية واتفقتوا يا قصيدة رح تقراها يعني لازم اقراها هسة لا لا اختار هذا بعيدا عن من القصايد القرأت نعم من القصايد القرأت يعني انا اللغة الكاتبة نكتب الفئة فمن توصل لازم مثلا نقول دولي مهرجان يعني كاتب هك قصيدة مو كاتب بس اكو لغة بيضاء مثلا قصيدة الوصية انا احسها العربي يفتهمه انا هذا احساس نعم صحيح لغة البيضاء تنجح بي شما من هو راح تختاره اياك يا دول خمس شعراء خمس شعراء من حقك تقول 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 اللي تقوله من حقك ما تتكر اسمها كيفك من حقك جيلي شعراء من العراق اختاره من العراق حتى اخرجك من الاحراج انا ما اردى اخرجك انا مو غاية الاحراج جيد راح تحتار لا طبعا ما تحتار لا طبعا مبينين جيد اكو بياض وجه على ايام مقياس راح تختار يعني مو على مقياس بس اولا اعرف بدون ما اسمع قصيدة اعرف ثقافته وليكتب بها اعرف من راح يمشي يمشي شاي الاسم العراق جيد هذه الثقافة اعرفها منجزة القديم عندك امكانية اذا انت بهاي اللحظة ما كاتب هذه القصيدة تقول لي يروح فلان بس انا ما اروح عندك هاي الامكانية يعني اختار غيري افضل مني بالكتابة مو افضل منك افضل بالقصيدة شانت انه طبعا 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 اكيد وما كو احنا نرجع ونقول لا انا قضي انه هذا انا مصالح ويا ذاتي واصل لها لا مو واصل لها كلش واصل لها كلش مو خارج العراق انا داخل العراق اطي حصتي وما احشي قدام كاميرا على مود مثل اقول انا وانا لا اكثر واحد طيت من حصتي انا ومو لي اللي احب اللي القريب علي لا للطاع عني للوصلت للهجانة على المنصة ثانية وانا انا فايدة ودافع هجوك على المنصة طبعا طبعا تحبهم؟ صدق صدق طبعت كل حياتك كل الحلقة طلعت بها وردية حتى يريدها منك وردية يقول احبهم بس من تقول احبهم خليهم من قلبك والله احبهم احبهم لمواقف سابقة ومن الهجاء واليوم لحد هاي اللحظة مقهور عليهم مقهور عليهم لو منهم؟ لا مقهور عليهم لا منهم؟ لا منهم مصير مقهور عليهم لانا شنتي دو رجل وراح ارجع وقل لك اعامل بالمثل ومن عاملت بالمثل خسرة لا مو هاي الصدق هو هاي الشخص اللي اذا يسمح الكلام يعرف عليه؟ يعني ثلاثة هم واحد اي لا 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 يعرفون عليهم؟ اي طب شرفك؟ قولهم احبهم كم نقلبوك؟ لا اموت عليهم لا اموت عليهم لا اموت عليهم لا لا مو هنا الحج اولا مقهور عليهم لان اكو معاملة احنا قصة بس هما ولدي منتعاملوا اياهم وتعاملوا اياهم ابوه وطم انحصتي ومنتعاملوا ابوه معناه تموت عليهم فانا مقهور من داخل عليهم جيد لانهم احبهم من قلب من قلب حبهم تنسى عندك ابن واكع كتله تأذيه تغثه بس تحبه فانا احبه هذا ابن بالتبني احنا لا نظلنا فلسفة لا لا والله لا والله ابن بالتبني وانو ابني طالع نصل بوين اخوتي الزغار اخوتي الزغار على رأسي قلهم احبكم دعنا نغادر هذه النبرة يا باسد اشتربع احبهم اموت عليهم بالشرف لا 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 اكره بس اعمل بالمثل اقرص لا لا بعد ما نعمل بس احبهم اي لا احبهم وعارك لا اعارك مو بس احبهم عارك عفيا خلنا اخذ عندنا اربع دقائق انت لازم وياك حلبتين فدو رحتك والله فدو الامر انتظرونا بجزء ثاني فدو رحت لك الله يزنك يقول قتلي اتعاركت واش وقتلك فزعت وياك ما اعرفوا يامن اي قتلي تعاركت قتلك فزعت وياك قتلك فزعت وياك والصيح عليك ترس تخدج فوف يخوك وقتلي اللي احتخوك اي اخوك وقتلك انا افلان فزعت تلصاح بهادود موش عالوف الله اي نعم هيك اي بالله لا انا من عارك عارك على ربعي والنعم اي والنعم قبحي هني ان صاحبك في دورك نختم مثل ما تحب في يوم من الايام لقيت احد اصدقاء طفولة لقيته منطقتنا القديمة انا من النوع ابو الاكبر ما كتب قصة مثل تجيني صاروا اياي هيك صاروا اياي هيك تعالكتب لي قصة وانا ما ملحق يكتب الامور العيشة القصة الصمالاتي ما ملحق اي فجاني وكل يعني عده قناعة تامة انه راح اكتب لي فجاني قال اخوي تانح بلي وعدة وماطنيها والطه الواحد ما يسوي شي مني بعد اخو كاريته قصيدة قلت له ان شاء الله خليت واجه طفولة قلت هسان ليش ما اكتب له يعني ليش ما اكتب قصة حتى لو ملحق فعشت الوضعية بانه انا هو واحد ويحب وما الطه وعناد الطه الواحد ما يسواه هش فيسولف وياه يقلها لو ينحسب عزلم شاماكتن القهر بس وصلوه لخبر للمصرفة من هلال تريد هنزفت لو ينحسب عزلم شاماكتن القهر شاماكتن القهر شاماكتن القهر بس وصلوه لخبر للمصرفة من هلال تريد هنزفت وكل هذا ما ايست طاريك من ينذكر مثل له بظهره رمي ايده ولذا نتجه من كل جهة لفت الله شامو العرضه سبب معقوله محه تفطل الحلقة ما كفت شامو العرضه سبب الله معقوله محه تفطل الحلقة ما كفت يترس شليلي جمر لي يقلي لا تنصدم خلصت بعد فضه وانا الجرالي مثل اللي تموت امه بدية وعيونهم فتحها جيب لي غمض جيب لي غمض تارس الجرح اصو وغراب كما شرب شماينة شعوزة غير اللي يصيب السحر يبقى على عينه غشة كالضون وفك العمل وترص والرشنة ببطون الحروز هني ومهلة ونوم والعوافع ليتش العلي جفن ولا طبقه أمني تدخل وجيبش بس بعد شي في ذا فلوسه بغرفة محترق هني ومهلة ونوم والعوافع ليتش العلي جفن ولا طبقه أمني تدخل وجيبش بس بعد شي في ذا فلوسه بغرفة محترقه هيش يدوهن الشيطان بعد ما تقعد الدنيا إذا بتشاتش الرمم عاقب إذا بتشاتش الشنق روحة بضوه هو وخياله يموت عرسك موتان وياتش المزوجين يكون برجة يطلقون أنا وشيخ طايفتي وهلة رجاج المزوجين يكون برجة يطلقون أنا وشيخ طايفتي وهلة رجاج هذا أداع أظن أداع جاء يبرد شوية شوية مثل ملجج والله جاء يبرد شوية شوية مثل ملجج السلام أجاب 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 الله يسلمك الحلقة تقبل شكرا لك شكرا للميسان شكرا للميسان سلمك الله أعزك آخر كلمة تقولها للسيد المشاهد هذه كامرة والله إن شاء الله كان انتظار هم هذه الفترة لي إن شاء الله قدرت أن أحقق رهانهم و إن شاء الله كانت خفيف ظل عليها و عليك و نعم خفيف ظل و ثقيل شعر الله يسلمك و يا الله تقولك برد مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم كان معكم في الإعداد و التقديم أخوكم علي المنصوري في أمان الله اشتركوا في القناة